موسيقى مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونيسكو يقدم موسيقى حكايات عبر الزمان موسيقى أسير الجبل ترجمة عبد الرحيم أبو شمع نشر وتوزيع مكتبة الرائد صوت وأداء حسين نخل موسيقى في قديم الزمان حدثت في إحدى البلدان البعيدة حكاية غريبة فقد كان سكان أحد الأودية المنبسطة كثيراً ما يرفعون رؤوسهم إلى الجبل العالي المنتصب فوقهم فيرون أحياناً قلعة كبيرة ذات أسوار عالية وأبراج قائمة لم يدخل أحد من سكان الوادي تلك القلعة ولا حتى تسلق سفح الجبل الشديد للإنحدار لقد كان ذلك الوادي في يوم من الأيام مكاناً يحل العيش فيه كان سكانه جميعاً سعداء يعملون معاً في حقولهم التي تعطيهم محصولاً وفيراً وكانت أشجار البساتين مثقلة دائماً بالفاكهة اللذيذة والكروم مليئة بعناقيد العنب ما كان أهنأ حياتهم ثم حدث ذات خريف أمر غريب فإنه عندما ذهب المزارعون إلى حقولهم ليجمعوا غلالهم وثمار أشجارهم وجدوا أن الغلال والثمار كلها قد اختفت لم يجدوا ثمارة واحدة على الشجر ولا سنبلة قمح واحدة في الأرض صاح أحد المزارعين في دهشة لا بد أن ذلك حدث ليلاً وصاح آخر ملوحاً بعصاه لقد سرق اللصوص غلالنا الويل لهم إذا وقعت يدي عليهم ظل المزارعون أسابيع يفتشون عن اللصوص فتشوا عن آثار أقدام قد يكون اللصوص تركوها وعن حبوب سقطت منهم وعن بقايا نار أشعلوها لكن المزارعين لم يجدوا شيئاً فكأن عصى ساحر قد امتدت وجعلت غلالهم كلها تختفي وعاشوا في ذلك الشتاء على الغلال التي خزنوها من سنين سابقة في الربيع التالي زرعوا أرضهم ثانية وعندما جاء الخريف رأوا أن محصول الأرض كثير جداً أكثر من كل محصول سابق فأقاموا في حقولهم وبساتينهم حرساً يعملون ليلاً ونهاراً لن يسمح لأحد بعد الآن أن يسرق أرضهم لكن في صباح يوم استيقظ المزارعون فوجدوا كل شيء قد اختفى كما اختفى في العام الماضي صاح الناس في فزع لا بد أن في الأمر سحراً وبكى بعض الأطفال قائلين هذا الوادي مسكون بالجن هذا الوادي مسكون بالجن وقالت عجوز بحزن سنجوع كلنا هذا الشتاء ما نقدر أن نفعل ومن يساعدون فجأة تقدم فتى من أبناء المزارعين اسمه جاد وقال أنا أحل لكم هذا اللغز أنا قوي جداً وذكي أيضاً ثم أسرع راكضاً دون أن ينتظر جواباً ودون أن يتمكن أحد من إيقافه وصرعان ما رأوه يتسلق سفح الجبل ويختفي عن الأبصار صرعان ما كان الفتى جاد قد ابتعد كثيراً عن واديه المشمس وكان ضباب الجبل العالي قد بدأ يلتف حوله لكن الفتى لم يخف توقف واقتطع من إحدى الأشجار عصاً يستند إليها وراح يصعد الجبل يصفر ويغني بمرح قال جاد بصوت عال علي أن أصل القمة بسرعة فإذا بصوت مدون عميق يقول له أنت الآن على القمة أيها الفتى ثم برز من بين الظلال عجوز غريب الهيئة شهق جاد فإنه لم يكن قد رأى في حياته أغرب من ثياب ذلك الرجل فقد كانت كلنسوته ورداؤه واسعين فضفضين قاتمين وكانت تزينهما الجواهر والمطرزات فيبرقان ويتلألآني في أشكال غريبة وكان الرجل يحمل في إحدى يديه عصا سحرية بينما كان يجتم على الأخرى غراب أسود ضخم راح قلب جاد يخفق وهو يقول في نفسه لابد أنه ساحر شهير أو جني خطير قال الجني الظلام يهبط وقلعتي قريبة تعالق للليلة عندي تبع جاد الجني وصرعان ما كان داخل أسوار القلعة مشى الجني في ساحة القلعة ومشى جاد وراءه بين أكداس من الغلال والفاكهة في هذه الأثناء طار الغراب الأسود ناحية جاد وجثم على كتفه وقال له هذه الغلال والثمار هي لكم لقد سرقها الجني من واديكم زمجر جاد غاضبا سأقتله لقد ترك أهلي وسكان الوادي دون طعام أسرع الطير يقول بصوت حاد لا تكن أحمق إنه قادر على أن يقتلك بلمح البصر اسمع نصيحتي ابقى هنا وتعلم تعلم أسراره عندئذ تستطيع أن تهزم سحره الشرير التفت الجني فجأة إلى جاد وقال له أتبحث عن عمل؟ إن كنت تبحث عن عمل فأنا بحاجة إلى صبي يساعدني وافق جاد على أن يعمل خادما لقاء دروس في السحر كان واثقا أنه بهذه الطريقة سيعيد السعادة إلى الوادي وسكانه كانت القلعة ضخمة وملئة بالكنوز والأشياء الثمينة أخذ الجني الفتى وأراه القلعة غرفة غرفة وكانت كل غرفة أجمل من سابقتها وأغنى وصل أخيرا إلى القاعة الكبرى كانت كبيرة جدا حتى بدل الفتى أن لا آخر لها وكان فيها كتب وأوراق وكرات ودروع فرسان حديدية وأشياء أخرى كثيرة مشى جاد على مهل في تلك القاعة الواسعة وقال في نفسه بانفعال هنا يمارس هذا الشرير السحرة رأى جاد رفوفا مليئة بالكتب القديمة التي كان بعضها ثقيلا لا يقدر على حمله ورأى في بعض الزوايا قنانيا ضخمة فيها سوائل فوارة زاهية الألوان ورأى في وسط القاعة زيرا في علو الفتى نفسه تقريبا قال الجني بعبوس عليك أن تبقي هذا الزير مملوءا حتى حافته والويل لك إذا تركته يفرغ قال جاد بسرعة سأبدأ العمل فورا فقال الجني أنجز أعمالك كلها لأعلمك السحر هكذا أصبح جاد صبي الجني لكن العمل كان شاقا وكان يزداد شدة ويطول وقتا يوما بعد يوم ومع ذلك لم يتعلم جاد شيئا من السحر خلال الأسابيع التالية نشأت بين جاد والغراب صداقة ومودة كان الغراب قد وقع منذ سنوات تحت تأثير سحر الجني فهو لا يستطيع الطيران إلا في القلعة وحولها وكان إذا حاول النزول إلى الوادي انطوى جناحاه وعجز عن الطيران قال الغراب لجاد أتأخذني معك عند هربك من هنا ضحك جاد وقال أنا لست أسيرا هنا أقدر أن أعود إلى بيتي متى أشاء قال ذلك ورفع الغراب فوق ذرائه ومشى ناحية باب القلعة فجأة أحس جاد أنه غير قادر على الحراك حاول كثيرا أن يتقدم خطوة واحدة فلم يستطع قال الغراب بصوت حاد صدقتني الأهان كلانا أسير في قلعة الجني أدرك جاد أنه هو أيضا وقع تحت تأثير السحر فزاده ذلك رغبة في التعلم من الجني ولو بالحيلة ويبدو أن الجنية عرف ذلك فصار يزداد يوميا في إرهاق الفتى بالعمل الشاق كان جاد يقضي نهاره وهو يحرق قدورا كبيرة مليئة بالسوائل السحرية التي تفوخ منها أحيانا روائح كريها التي تفوخ منها أحيانا روائح كريها وكان عليه أن يحمل كتب سحر ضخمة يؤلم حملها ذراعي لكن أصعب أشغاله كلها كان المحافظة على الزير الأسود مملوءا حتى حافته لقد كان الجدول الذي يجلب جاد منه الماء بعيدا جدا عن القاعة الكبرى ينزل إليه في درج عال دوار وعبر ساحات وممرات مرصوفة بالحجارة وكان على جاد أن ينزل إلى ذلك الجدول مرارا كل يوم فيملأ دلوين ويصعد بهما إلى القاعة الكبرى قال ذات يوم متنهدا ليتني أعرف بعض الكلمات السحرية فأجعل هذين الدلوين يطيراني وحدهما قال الغراب بغضب لو كنت تعرف كلمات سحرية لخرجنا أنا وأنت من هنا ألم تدرك بعد يا صديقي أن الجنية لن يتركك تسمع كلماته السحرية قال جاد أنت محق ما علينا إلا أن نختبئ وننصط إلى كلماته السحرية سنتعلم عند إذن الكلمات ونستعملها لنهرب لكن العمل ليس سهلا كالكلام جرب جاد والغراب كل طريقة ممكنة زحفا خلف الجني دون صوت اختبأ تحت طاولته اختبأ وراء صندوق الكنز وزاد ذلك من شكوك الجني فزاد العمل الشاق على جاد وأجبره على أن يعمل أيضا جانبا من الليل كان جاد ذات ليلة متعبا جدا فلم يستطع صعود الدرج إلى غرفته في أعلى القلعة ووجد نفسه يرتمي في زاوية معتمة وراء كرسي الجني وصرعان ما غلبه النوم ثم جاء الجني وجلس على كرسيه دون أن ينتبه إلى جاد ورح يشتغل في كتبه ودوارقه الزجاجية وحدث أن صدمت يده دورقا زجاجيا فوقع على الأرض وانكسر أيقل الصوت الفتى فحدق حوله في دهشة فقد رأى الجنية يشير إلى المكنسة ثم يخاطبها بالكلمات السحرية آمرا إياها بالعمل راح جاد يراقب المكنسة تتحرك في القاعة وحدها ورآها تنظف المكان من الزجاج المكسور بخفة وإتقان ثم تعود إلى موقعها بعد أن أنهى السحر وعمله ترك طاولته وذهب إلى غرفته ونام انتظر جاد طويلا ولم يترك مكانه إلا بعد انقصاف الليل صعد الدرجة بهدوء وهو يردد الكلمات السحرية بفرح شديد استيقظ قبيل الفجر متشوقا لاستعمال كلمات السحر لكن الغراب حضره تحذيرا شديدا وقال اسمع نصيحتي إياك أن تستعمل السحر إلا حين يكون خارج قلعته وإلا ستندم بعد وقت بدى كأنه ساعات خرج الجني العجوز من القلعة وقد ترك لجاد العمل الشاق الذي يأمره به كل يوم طار الغراب إلى البرج ليتأكد من رحيل الجني لم يضيع جاد وقته لفظ الكلمات السحرية وأمر المكنسة بجلب الماء في الحال برز للمكنسة ساعدان حملات دلوين ونزلت درجات السلالم قفزا وأسرعت إلى الجدول وتبعها جاد والغراب في دهشة وسرور كانت المكنسة سريعة جدا فامتلأ الإناء إلى حافته في وقت قصير لكن المكنسة تابعت عملها تجلب الماء دلوين بعد دلوين دون توقف وسرعان ما غمر الماء أرض القاعة الكبرى زعق الغراب عجل عجل أوقف المكنسة أوقفها في الحال لكن الفتى المسكين صاح لا أستطيع لا أستطيع تعلمت الكلمات التي تشغلها ولم أتعلم الكلمات التي توقفها تابعت المكنسة عملها تصب الماء في الزير ارتفعت المياه في القاعة الكبرى وعامت الكتب والأوراق فوق الماء وأخذت الطاولات والكراسي تتحرك مع الماء المتموج أمسك جاد الخائف فأسا وضرب المكنسة فشطرها قسمين لكن فزعه ازداد حين رأى كل قسم يتحول إلى مكنسة كاملة وحملت كل مكنسة دلوين وراحت تملأهما بالماء وتصبهما بسرعة كبيرة صرعان ما تصربت المياه إلى غرف القلعة كلها ودرجها وساحتها فجأة اكفهرت السماء وسمع الصوت كالرعد وانتصب ظل رهيب أمام جاد والغراب لقد عاد الجني وأثار غضبه عاصفة شديدة حركت الرياح وأضاءت القاعة الكبرى بما يشبه البرق زعق الجني بالكلمات السحرية فتوقفت المكنسة عن العمل وهبت في القاعة ريح شديدة البرودة وفي الحال عاد كل شيء إلى طبيعته ابتسم جاد ابتسامة عريضة لقد لفظ الجني في أثناء غضبه الكلمات السحرية التي تبطل مفعول السحر وتوقفه فسمعها جاد وتعلمها صاح الجني العجوز الغاضب بالمكنسة اضربيه اضربيه أسرعت المكنسة لتضرب الفتى لكنه رماها بالكلمات السحرية التي تعلمها فارتدت إلى زاويتها صاح جاد في فرح أنا الآن أعرف الكلمات التي تشاغل السحر والكلمات التي تبطله وتوقفه أنت نفسك لفظتها لي لقد انتهيت أيها الجني وراح جاد يرقص ويدور حول الجني طار الغراب إلى أعلى البرج وقد أصابه خوف شديد ابتسم الجني ابتسامة شريرة ومال نحو جاد وهمس في أذنه قائلا لقد تعلمت فعلا أيها الفتى الذكي أسراري أنت أفضل صبي عمل عندي دهي شجاد وقال في نفسه لعل الجني العجوز ندم على أفعاله الشريرة لكنه في تلك اللحظة سمع الغرابة يزعق من أعلى البرج قائلا احضر احضر الجني احضر احضر لمع ضوء خافت وتحاول الجني إلى دب هائل مزمجر راح يلاحق الفتى من مكان إلى مكان حاول جاد أن يختبئ وراء كرسي الجني لكن الدب ضرب الكرسي ضربة واحدة فحطمها تحطيما وجد الجاد نفسه أخيرا محصورا في زاوية فخاف خوفا شديدا نازل الغراب عندها إلى مكان قريب وزعق بخوف حول نفسك إلى حية فالدببة تكره الحيات كان جاد قد نسي من خوفه أنه يملك القوى السحرية نفسها التي يملكها الجني صرعان ما تحول جاد إلى حية تسعى ناحية الدب لمع ضوء خاطف وتحول الدب إلى نسر فارتدت الحية إلى الوراء لكن النسر أمسكها من ديلها بما خليبه القوية الحادة زعق الغراب تحول ثانية تحول ثانية فتحول جاد في الحال إلى قط بري يضرب ويزمجر ارتد النسر إلى الوراء ونشر جناحيه وطار لكن بقيت منه بينما خالب القط البري ريشتان كبيرتان خرج النسر من القاعة وحوم في القلعة ثم هبط إلى الساحة فأسرع القط البري وراءه في سرعة كأنها البرق طار النسر ناحية الجدول الذي كان جاد يأتي منه بالماء ليملأ الزير الأسود وهناك اختفى جثم القط البري أمام الجدول متحفزا وحدق في الماء أين كان الجني؟ سبحت سمكة فضية صغيرة وأخرجت رأسها من الماء وقالت لقد هزمتك أيها الصبي الغبي إن سحري أقوى من سحرك بكثير لقد تحول الجني إلى سمكة همس جاد في أذن الغراب قائلا سأتحول ثانية إلى فتى وأخوض المياه لأمسك به قال الغراب استعمل الحيلة ثم همس في أذن صديقه بضع كلمات صاح جاد في السمكة أيها الجني بره أنك قوي فعلا وتحول إلى شيء أختاره أذلك صاح الجني بصوت رهيب اهتزت له القلعة قائلا سأريك قوتي سأتحول من هذه السمكة الصغيرة إلى جبل أسرع جاد يقول لا حول نفسك إلى شيء صغير فهذا أصعب كثيرا أيها الجني حول نفسك إلى قطرة ماء لمع ضوء خاطف جديد فترددت أصداء كلمات الجني السحرية عبر الجبال صرعان ما تلاشى الصوت الرهيب وكانت مياه الجدول تنساب سيابا لطيفا في خروجها من أرض القلعة ثم تنحدر بسرعة إلى أسفل الوادي وهناك تصب في مياه النهر الذي يتجه ناحية البحر رقص جاد والغراب في فرح رقصا طويلا عند الجدول الصغير وضحكا كثيرا قال جاد في سعادة راح ضحية سحره إنه حين تحول إلى قطرة ماء ابتلعته مياه الجدول صرعان ما سيضع في البحر إلى الأبد أخذ جاد والغراب يتدحرجان على العشب الأخضر في سعادة قال الغراب لقد تخلصنا منه إلى الأبد نحن أخيرا أحرار أدار جاد والغراب ظهريهما إلى القلعة ونزلا صفح الجبل استقبلهما سكان الوادي استقبال الأبطال وأخذ الناس يروون الحكايات عن بطولة جاد كان جاد لا يزال يملك قوته السحرية وقد استعملها لخير الوادي وسكانه ووعد أن لا يستعمل هذه القوة إلا في سبيل الخير قال الغراب مداعبا صديقه بمرح سأكون دائما إلى جانبك نعم سأكون إلى جانبك دائما لأتأكد أنك تخافض على وعدك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر